مباراة أخرى في الدوري الممتاز نتيجتها كالتالي المقول العرب والإسماعيلي خلصت اتنين اتنين دي النتيجة تعالوا ايه اقول لكم مين الاهداف ونفرج على الاهداف وبعد كده ندردش شوية في المواجهة دي طيب جاهزة معانا يا جماعة الاهداف لا مش معان طب تعالوا اقول لكم مين اللي سجل النهاردة في هذه المواجهة عمر فاتح نسجل للمقاولين في الديئة السبعتاشر وبعد كده في الديئة اتنين واربعين في راس شواط تعادل ليه الإسماعيلي جون اوكلي سجل هدف تاني ليه عن كل العرب في الديئة تسعة وسبعين من ضربة جزاء وفي الديئة الديئة التسعتاشر من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من نهاية المباراة يعني الديئة مية وتسعتاشر لا الديئة كم كده مية وتسعة الديئة مية وتسعة محمد الشامي بيسجل الإسماعيلي هدف التعادل المباراة على فكرة خلصة في ديها 116 أو 117 يعني كناها وقت إضافي يعني كنا فيه وقت إضافي في المباراة دي مش وقت ضايع وقت إضافي يعني مباراة في الدولة يعني لا تستغربش طيب إيه اللي حصل بقى في المباراة دي إيه اللي حصل إيه الحكاية ضربة الجزاء اللي احتسبت لي المقولون العرب اعترض عليها لعبي الإسماعيلي اعترضوا ليه إنه حكم المباراة احتسب ضربة جزاء وهو بيحتسب ضربة جزاء بييده الشمال كان حاكم مساعد بيرفع الراية انها هتسلل فرح رافع ايده وتسلل وهو بيحسب ضربة جزاء حلو امشي معي واحدة واحدة عشان هي تفصيلة غريبة شوي يعني كالونياتها مش عارفه بصراحة بس يعني المهم هو حسب ضربة جزاء مع الوف سايد الاتنين مع بعض وبعد كده الفار قال له لأ الكرة ضربة جزاء وما فيهاش اوف سايد فالراجل مرجعش للفار ليه بقى مرجعش للفار ليه مرجعش يبص على الكرة عشان الحاكم شاف ان هو اصلا احتساب ضربة جزاء والفار اتفق مع ابدا فمش محتاج يشوف خلاص هو امتى الحاكم بيروح يشوف الفار لو هو والفار مختلفين لكن لو احنا الاتنين مشينا في نفس اللاين خلاص يبقى القرار مش همحتاج يشوف الشاشة بقى والفار بس العيبة الاسماعيلي والجهاز الفني واعضاء مجلس الادارة كانوا شايفين انه الراجل رفع ايده تسلل وبالتالي لو هيحسبها ضرب الجزاء فمحتاج يتأكل من الفار وهنا حدثت مصرحية انا بحاول برضو ايه اقولها ببساطة مصرحية وهحاول يعني ايه حاول ما غلطش اوي حد بس برضو ايه يعني مش قادر يعني مش قادر بص يا سيدي لعبة الاسماعيلي اعترضت عادي مش عادي انه يتعترض لا عادي في الدولة المصر ايه اعترض الجهاز الفني اعترض عادي تمام عادي بيحصل برضو في الدولة المصر بيحصل برضو الحاجات دي مش بقول نصح بس بقول ان انا متفهمة ان ممكن تحصل فيه راجل منصق اعلامي للاسماعيلي دخل اعترض على الحكم جوه ارض الملعب جوه ارض الملعب والحكم طردو طيب اول حاجة ليه منصق اعلامي اصلا يبقى موجود في المكان ده اصلا ليه موجود عالدك ليه اصلا يبقى موجود في نص ارض الملعب بيعترض على الحكم دي برضو من الحاجات الغريبة اللي مش مفهومة ماشي التانية عضو مجلس الادارة عضو مجلس دارة الاسماعيلي سوز محمد شيحة سوز المحترم محمد شيحة واقف جوه أرض الملعب يعترض على الحكم وبيعمل تليفونات جوه أرض الملعب أقولك بس المشهد كان عامل إزاي وكان فيه تفكير أن الإسماعيلي ينسحب فالإسماعيلي واقف شوية معطرض على اللي بيحصل فكانوا بيفكروا اللعبة تكلم مع الجهاز الفني وعدوا مجلس الإدارة والناس مش عارفة أن ينسحب ولا نكمل ولا إيه اللي بيحصل المهم إحنا عدنا في القصة دي حوالي 15 من 15 لـ 20 دي هي تمام؟ وفي الأخي الإسماعيلي الدور بجزاية لعبت ودخلت جول والإسماعيلي يكمل المباراة وتحاسب 2-2 تمام؟ بعد لحظات هسمع الرأي التحكيمي في الموقف ده مع الكابت الجهاز جريشة بس قبل كده أنا واقف عن فكرة أنه يا جماعة إحنا دهزار ده مش حقيقي المشهد ده كله على بعضه مش حقيقي اللي حكم غلطان فيه الإسماعيلي اللي غلطان فيه أي حد غلطان مش هي مش ده اللي نواف عنده المشهد كله عبسي المشهد مش حقيقي المشهد مش المفهود يبقى سليم ومش يبقى مفهود صح ومش المفهود يعدي كده مرور الكرام والغلطان فيه يتحاسب سهلة وبالمناسبة عادة مش المفهود نقولي الكلام ده المفهود نتحط في موقف حياة جميعا يعني بس كده كان الإسماعيلي بطبيعة الحال بطبيعة التاريخ والاسم الكبير متعاطفين جميعا معا آه يكسب ويسعى انه يبعد عن مناطق الهبوط بدريعه وبأقدم لعبيه وبمجهوده مش بنقول انه الإسماعيلي مفهود يفضل في الدولة وخلاص حتى لو ما قدمش كويس لا يتعبوا يتعبوا واشتغلوا بس في نفس الوقت لازل تبقى هادي وانت في مواقف صحيح لازل تبقى هادي وتتصرف تصرف في النادي الكبير عشان الإسماعيلي نادي كبير وصيبقى نادي كبير وصابقا نادي كبير وفي المستابع نادي كبير طويل الوقت الإسماعيلي نادي كبير فالمواقف دي غريبة بس من بعض الأفراد مش اللي الإسماعيلي يتعبوا